موسيقى أهلاً وصلاً طالبات وطالبات الصف الثاني الإعدادي مدى الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة أولى حلقات الفصل الدراسي الثاني في التاريخ طبعاً ختمنا التاريخ بتاعنا بعصر خلفاء الراشدين وأعمال أبو بكر الصديق وأعمال عثمان وعمر وعلي وانتهت خالص بنهاية وموت علي بن أبي طالب وبكده انتهى عصر خلفاء الراشدين نطالب بعد مرحلة مع بعد عصر خلفاء الراشدين هنبتدي بإيه النهاردة؟ هنبتدي بعصر الدولة الأموية هنعرف الدولة الأموية بدأت إمتى تنتسب إلى مين أهم الشخصيات الموجودة عندي في الدولة الأموية وتأثيرهم في تاريخ الإسلام الدولة الأموية عملت فتحات عظيمة هنعرف فتحاتها دي امتدت من فين لغاية فين حتى سقوط الدولة الأموية وقيام الخلافة العباسية درس النهارة درس الشيق يلا مع بعض نشوف الدرس يتكلم عن إيه حلقتنا نهاردة نتكلم فيها عن الدولة الأموية وقيامها أهم الخلافاء اللي عاشوا في الدولة الأموية وأهم أعمالهم تعالوا مع بعض نشوف مقدمة كده سريعة بتتكلم عن الدولة الأموية في هذا الدرس سوف نتعرف معا على الدولة الأموية ونستعرض أهم الشخصيات التي أثرت في تاريخ الدولة الأموية كما سنفسر أسباب سقوطها كما سنرسم خطا زمنيا للفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية كل هذا سوف نتعرف عليه في هذا الدرس الدولة الأموية فكونوا معنا زي ما سمعنا الفيديو بتاعنا من شوية بيتكلم على أهم الفتوحات التي تعملها الدولة الأموية حدودها موجودة فين وأهم الخلافاء وأهم من حكموا الدولة الأموية وإزاي الدولة الأموية هتسقط رغم القوة الكبيرة التي كانت موجودة فيها والفتوحات العظيمة التي امتدت شرقا وغربا في الشرق تعال نشوف مع بعض كيف تسست الدولة الأموية أول سؤال ممكن يجي في ذهنك هو اسم كلمة الأموية ده جنين هي تنتسب للجد الأكبر أمية وده الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سوفيان معاوية بن أبي سوفيان خد بالك الإسم ده كان عندنا من شوية في الترمي الأولاني أنهي نبيه آه اللي كان حصل بينه الخلاف بينه وبين عليه بن أبي طالب هو نفسه معاوية بن أبي سوفيان اللي هيقيم الدولة الأموية يبقى تنتسب لأمية الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سوفيان فيه فرق لما قولك مين هو مؤسس الدولة الأموية وفيه فرق لما قولك تنتسب إلى مين نعتبر أنت عنك مشروع كتبت على المشروع ده اسم العيلة يبقى تنتسب المشروع ده المين لإسم العيلة لكن مين المؤسسه؟ أنت شخصك يبقى المؤسس هو معاوية بن أبي سوفيان لكن تنتسب إلى أمية وهو الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان طبعا مؤسسة على يد معاوية ابن أبي سفيان عام 41 هجديا بعد أن تنازل الحسن ابن علي له عن الخلافة حيث بايعه هو أخوه الحسين طبعا أنا عارف أن الحسين حسن مسك شوية بضعة شهور وبعد كده حقنا لدماء المسلمين وعشان ما يحصلش الخلاف ويلم المسلمين تاني وما يحصلش اللي حصل بينه وبن والده عليه ابن أبي طالب حقنا لدماء المسلمين وكان النبي بشر بأن الحسن هيكون سبب في أنه يلم المسلمين تاني ويحقن دماءهم أو يحقن دماء المسلمين فتنازل له الحسن والحسين وبايعه معاوية ابن أبي سفيان خليفة وبمبايع معاوية قامت الدولة الأموية طيب تنازل حسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية زي ما قلنا حقنا لدماء المسلمين حفاظا على دماء المسلمين وجمعا لكلمتهم ولذلك سمي بعام 41 عام الجماعة يبقى عام الجماعة هو العام الذي اجتمع فيه الناس على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان خليفة المسلمين ومبايعته يعني قيام الدولة الأموية استبشر طبعا المسلمين خيرا وذلك تحقيقا لنبوءة النبي اللي كلمنا عليها من شوية وهي النبوءة حيث وصف الحسن ابن عليه قائلا أن نبني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين وضح معنا عام الجماعة زي ما اتكلمنا من شوية عام الجماعة هو العام الذي تنازل فيه الحسن على الخلافة لمعاوية حفاظا على دماء المسلمين العام اللي كل الناس صدق أو تنازل فيه الحسن عشان يجمع الناس حقنا وحفاظا على دماء المسلمين هو العام الذي تنازل فيه الحسن إلى معاوية ابن أبي سفيان واعترفوا به هو خليفة المسلمين مدة الخلافة بتاعت الدولة الأموية كنت قدية بتيجي لك سويا الأكمل عبرات الآتية مدة خلافة الدولة الأموية نقط 91 عام بدأت من أول 41 لغاية 132 من 41 حتى 132 اللي هو من أول عام الجامعة حتى 132 سقطها وقيام الخلافة العباسية عدد الخلافاء اللي حكموا كانوا تقريبا 14 خليفة يبقى الحكم 14 خليفة طيب وعاصمتها دمشق يبقى أنا بالنسبة لمدة الخلافة 91 والحكم خلالها 14 خليفة تبدأ بمعاوية بن أبي سفيان وتنتهي بمروان بن محمد وعندي عاصمتها دمشق طيب معاوية بن أبي سفيان طبعا إحنا مش ندرس اللي 14 صعب جدا فإحنا اخترض بعض الشخصيات البارزة وليكن أول خليفة وهو والمؤسس طبعا معاوية بن أبي سفيان الأول أنا عايزة أعرف مين هو معاوية بن أبي سفيان الراجل ده كان أحد كتاب الروحي وشارك في حروب الردة وفي نفس الوقت هو قاد الحملة التي قامت بفتح الشام عن 18 جريد وأصبح حاكمة عليها حتى أصبح خليفة 41 يعني تقريبا أكتر من 20 سنة بيحكم منطقة الشام فتخد بالك من حالة دي منطقة هو بيحكم فيها تقريبا 20 سنة واكتر بيحكم فيها هو الحاكم هناك أو الوالد اللي موجود هناك فطبيعي أن بعد كده لما يقوم بالخلافة والخلافة الدولة الأمومية يكون بالأنصار ومؤيدي يقعد بالناس حبيبه اللي بتحبه يبقى هو أول خلافاء الدولة الأمومية كان من كتاب الوحف وشارك في حروب الردة وفتح الشام عام 18 جريد وأصبح والين على الشام عام 18 حتى تمت مباعته بالخلافة يبقى هو من فتحه من ساعتها من 18 جريد ومسك الشام توقع الخلافة من 41 حتى 60 طيب تعال نشوف إيها أما عماله أول حاجة نقل عاصمة الخلافة من القوفة إلى دمشق طبيعي أن أنت بتروح دايماً توقع جنب الناس اللي بتحبك هو الراجل حكم من 18 من ساعة ما فتح من 18 أصبح والي عليها حتى عام 41 لما عام الجماعة لما أصبح خليفة للمسلمين فبقولك تقريباً أكتر من 20 سنة بيحبط المكان ده أو أكتر من 20 سنة هو والي عليها طبيعي أن ينقل الخلافة ليكون بين أنصاره ومؤيديه أنشأ ديوان الخاتم وده بيجي سؤال بما تفسر طبعاً عشان ختم مرسلات الخليفة وطبعاً نظم البريد أدخل نظام الوراثة في حكم أول واحد خد بالك عمر ما عادش ابنه عبد الله أربط بقى الكلام ببعضي عمر ما عادش ابنه عبد الله عشان يكون له أمر أو ليس له في الأمر شيء عشان ما يكونش الأمر بالوراثة أول من خلف الشورى اللي كان بيحصل كان معاوية بأنه عين يزيد بن معاوية بن أبي سوفيان من بعد هو اللي حكم جي من بعده يزيد بن معاوية بن أبي سوفيان فأدخل نظام الوراثة رغم أنه كان فيه اتفاق مع الحسن بأنه بعديه هو المفروض حده يبقى من الحسن أو الحسين أو الكلام ده لكن هو عين يزيد ابن معاوية اهتم بالبحرية الإسلامية وهنعرف أنه أنشأ مدينة مهمة وواصل حركات الفتحات الإسلامية وأنشأ مدينة القيروان تخلي بالك من المدينة دي كل خليفة هنتكلم عنه إنشاء حاجة هنعرف من شوية كمان شوية عبد الملك ابن مروان أنشأ إيه هنعرف الوليد ابن عبد الملك أنشأ إيه خبه لك كل واحد منهم هنتكلم عن إنشاء حاجة نتيجة يا إم أكمل يا إما صحه غلط أكمل عبرات الآتية أنشأ معاوية ابن أبي سفيان مدينة نقط ها القيروان في تونس أعمال معاوية تاني واحد نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق أنشأ ديوان الخاتم نظم البريد أدخل نظام الحكم الوراثي واهتم بالبحرية الإسلامية وواصل حركات الفتحات وأنشأ مدينة القيروان توفى عام ستين هجرين الخليفة اللي بعده هنتكلم عليه وهو عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان وهو يعتبر المؤسس التاني طبعا عبد الملك ابن مروان هو ترتيبه خامس خلفاء الدولة الأموية خامس خلفاء الدولة الأموية تعال نشوف أعماله الراجل دا ليه أعمال كتير جدا وأعمال مهمة أوي يعني قضى على الفتن والصورات وعرب الدواوين ونقت القرآن الكريم وأنشأ مسجد قبة الصخرة لا الراجل دا لأعمال كبيرة جدا لذلك احنا اختارنا بعض الشخصيات البارزة في الخلافة الأموية أو في الدولة الأموية ما بعد القلفاء الراشدين تشوف أعماله تولى من خامسة وستين حتى ستة وتمانين وكانت الدولة الإسلامية في حالة انقسام وضعف طبعا هيجي معاوية ويجي من بعدين يزيد وبعدين يجي خليفة أكتر من خليفة كلهم ولاد معاوية ويجي معاوية تاني اسم تاني من أحفاده ويفضل لغاية ما توصل إلى عبد الملك ابن مروان وهو الخامس أهم أعماله اعتبروه هو المؤسس التاني للدولة لأنه قضى على الفتن والصورات وعاد استقلال استقرار طبعا الدولة الإسلامية بعد الضعف والانقسام اتنين تعريب الدووين وهو خلى جميع الدووين الحكومية في كل البلاد الإسلامية حتى التي ليست عربية يبقى اللغة الرسمية فيها اللغة العربية فيجبر الناس أنها تحفظ اللغة العربية وتتعلمها عشان هي دي لغة القرآن الكريم ضرب العملة الإسلامية فكانت العملة زمان عملة رومانية فارسية هو أول من عمل عملة إسلامية طبعا ودي كانت نقطة مهمة جدا أن يكون في عملة للدولة الإسلامية تعال نشوف أمر بتنقيط المصحف طبعا يا جماعة تخيل كده لو أنت بتقول كلمة مثلا فيها سين وشين وبه وته ومن خلال نقط أنت اللي هو عربي وبتقرأ قرآن وبتتكلم بلغة عربية كل يوم أنت تطلق بط فتخيل واحد من الموالي أو أعجامي ليس عربي دخل الإسلام وبيقرأ بقى القرآن الكريم صعبة لو أنت فكرت فيها صعبة جدا لأن الكلمة هتحمل أكتر بالمعنى حسب النقطة اللي أنت هتخطتها فهو حب ينهي اللغة ده تماما وكان ليه فضل عظيم وكبير جدا أنه نقط القرآن الكريم حتى يسهل قراءة القرآن على حديث العهد بالإسلام الناس اللي داخل الإسلام جديد وهم أصلهم مش عربي واصل حركة الفتوحات مثل ومسل معاوية احنا قلنا قبل كده أن الدولة الأموية عملت فتوحات عظيمة في الشرق والغرب أنشأ مسجد قبة الصخرة أوه فينا ومسك أنا نسيت هو معاوية بنبي السوفيان أنشأ مدينة كان اسمها مدينة ايه وكانت فين ها سمعت واحد سبقني مصبوط عشر عشر قال لمدينة القيروان ودي موجودة في تونس هنا مسجد قبة الصخرة لما بنيجي نشوف الصور اللي هي بتاعة فلسطين دايما نجيب لك مسجد كده ليه قبة صفرة هو ده مسجد قبة الصخرة وإحنا يعني نعتقد أن ده بيت للمقدس يعني المسجد الأقصى إحنا بيعتقد أن ده إيه المسجد الأقصى لا ده مش مسجد الأقصى ده مسجد قبة الصخرة يبقى أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس اللي إحنا بنشوفه دايما كده ليه قبة صفرة لما بنيجي يتكلم عن فلسطين الحبيبية طبعا على طول بيعتقد أن ده المسجد الأقصى لا مش ده المسجد الأقصى ده مسجد قبة الصخرة يبقى أعماله عرب الدواوين وضرب العملة وأمر بتنقية المصحف ووصل حركة الفدوحات وأنشأ مسجد قبة الصخرة حتى توفاه الله عام 86 هجرية يبقى أعماله تاني بسرعة واحد تعريب الدواوين اتنين ضرب العملة الإسلامية نقط القرآن الكريم أنشأ مسجد قبة الصخرة صح وغلط أنشأ معاوية بن أبي سوفيان مسجد قبة الصخرة مع التصويب غلط أنشأ القيروان لكن عبد الملك بن مروان أنشأ مسجد قبة الصخرة يجي من بعده الخليفة السادس الأموي وهو الوليد بن عبد الملك بن مروان ده العصر الزهبي ده العصر الزهبي بتاع الدولة الأموية تعالوا نشوف الراجل ده هيعمل إيه الراجل ده ليه أعمال كتيرة دينية وليه أعمال للفقراء والمساكين وامتدت الدولة امتدات كبير شرقا وغربا تعالوا نشوف مع بعض هو سادس خلفاء الدولة الأموية تولى بعد وفاة أبيه اللي هو بمفروض مين عبد الملك بن مروان من 86 حتى 96 تعالوا نشوف أول أعماله يعتبر هو العصر الزهبي للدولة الإسلامية طب إيه الأسباب في كده واحد اهتم بالعمران طيب حيث وبنى المسجد الأموي بدمشق أقف نرجع تاني الوراء بصنا بذكر إزاي الدولة معاوية بن أبي سوفيان أنشأ إيه مدينة القيروان عبد الملك بن مروان عمل مسجد قبة الصخرة والوليد هنا عمل إيه المسجد الأموي بدمشق عاد بناء المسجد النبوي ووسع الحرم المكي تاني عاد بناء المسجد النبوي ووسع الحرم المكي ومهد الطرق وحفر الأبار برهن على صحة الأبارة اهتم الوليد بن عبد الملك بن مروان بالعمران واحد بنى المسجد الأموي بدمشق ووسع الحرم المكي عاد بناء المسجد النبوي ومهد الطرق وحفر الأبارة كده خلاص أعماله انتهت قال لي لأ الراجل ده اهتم بالمرضى وناس الفقراء تعالوا نشوفها يعملي قدم الخدمات الاجتماعية كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء مش بس كده اهتم بفتوحات الدولة الإسلامية يعني البعض ممكن ينشغل بأعمال العمران والأعمال الدينية عن الفقراء لا الراجل ده لا نشغل عن الفقراء ولا نشغل عن بيوت ربنا ولا انشغل عن كفاحه ودفاعه للدولة الإسلامية وفتوحات الدولة الإسلامية حيث امتدت الدولة الإسلامية من الأندلس غربا حتى السند شرقا يبقى شرقا وصل إلى السند وغربا وصل حتى الأندلس كلمنا عن أعمال الوليدة بن عبد الملك هو العصر الزهبي خب لك كل واحدة كلمنا عنه حاجة مميزة مين هو الأول؟ المؤسس الحقيقي معاوية بن نبي سفيان المؤسس الثاني عبد الملك بن مرون العصر الزهبي الوليد بن عبد الملك عمل القيروان بص بص أنا بذكر إزاي اللي عمل القيروان معاوية أحد كتاب الوحد معاوية لما أجأ كلم عن مسجد قبة الصخرة يبقى عبد الملك بن مرون أول عملة إسلامية عبد الملك بن مرون لما أجأ أقول نقة القرآن الكريم عبد الملك بن مرون عرب عبد الملك بن مرون لكن لما أجأ كلم عن الوليد عبد الملك هو العصر الزهبي اللي عمل مسجد الأموي ووسع على حرام المكي ومهد الطرق وحفر الأبار واهتم بالمرضى والفقراء وفي نفس الوقت اهتم بالدولة الإسلامية وبيئت سحى شرقا حتى السند وغربا حتى الأندلس عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الذي أطلق عليه الناس يعتبر خامس خلفاء الراشدين من زهده ومن عدله ترتيبه هو الخليفة الثامن وهو آخر خلفاء اللي كانوا أقوية في الدولة الأموية يعني اللي هيجي من بعده ستة ضعف عشان كده لو حسبناهم على بعض يبقى 14 خليفة تولى الخلافة من 99 حتى 101 جاءته الخلافة ولم يطلبها أطلق عليه الناس هو خامس خلفاء الراشدين خد بالك لما أقول لك هو ترتيبه في الدولة الأموية الثامن لكن أطلق عليه خامس خلفاء الراشدين أنا أقول لك كل واحد كان ليه لقب معاوية كان الأول العصر الزهبي الوليد المؤسس الثاني عبد الملك ابن مروان لما أجأ أقول لك خامس خلفاء اعتبرته الناس خامس خلفاء الراشدين إذا أنا أتكلم على مين عمر بن عبد العزيز طبعا العدل ويستشيره لولماء في شؤون الدولة الإسلامية بسبب أعماله التي قام بها لصالح الدولة يبقى عدل واستشارة علماء وفي نفس الوقت هو قام بمشاريع لصالح الدولة الإسلامية الراجل ده رجع ما وهب إليه إلى من بيت المال رجعه بيت المال تاني هو زوجته وأمر بني أمية بإرجاع كل ما حصلوا لعليهم من أموال إلى بيت المال كان بيعلمهم حاجة إنه هو كهوة ككبير وبيبدأ الأول فلذلك سمع بالخليفة الزايد حافظ على المال العام أعاد ما وهب عليه من أموال هو وزوجته إلى بيت المال زي ما قلنا وطلب من بني أمية إرجاع ما أخذوه إلى بيت المال عين ولاه تميزوا بالطقوة والصلاة وحسن السيرة طبعا هو راجل عشان كويس عاي ناس كويسة طبعا وده اللي اهتم عمرة بن عبدالعزيز بالعمران لما يجي أجي أقولك إثبت أن الراجل ده اهتم بالعمران عمل إيه أنشأ المساجد ومهد الطرق يعني هو مش راجل بس كان بيهتم بالناس الفئيلة وبيرجع بيتهم لا اهتم بالدولة الإسلامية نفسها وحفر الأبار واستصلح الأراضي في عم الخير يعني بص على الناس الفئيلة نشر الإسلام في بلد المفتوحة بالقدوة والموعيزة الحسنة مما أدى إلى دخول الناس في دين لا أفاجة يعني نقولت لك بالنتيجة المترتبة استخدام عمر بن عبدالعزيز أسلوب القدوة والموعيزة الحسنة دخول عدد كبير جدا ودخول الناس أفاجة في الدين الإسلامي تكلمنا عن معاوة بن أبي سفيان واتكلمنا عن عبد الملك بن مرونة واتكلمنا عن الوليد بن عبد الملك بن مروان واتكلمنا عن عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزهل توفى عام 101 نيجي سؤال مهم جدا وهو سقوط الدولة الأموية الدولة الأموية سقطت لعدة أسباب أول أسباب سقوط الدولة الأموية إن من بعد الخليفة الثامن يقصد لي طبعا بعد عمر بن عبدالعزيز جمع ستة ضعفاء كم واحد؟ ستة ضعفاء يعني نشوف بعد أن تولى عمر بن عبدالعزيز وهو كان الخليفة الثامن كان آخرهم مروان بن محمد يبقى تولى ستة خلفاء ضعفاء بعد عمر بن عبدالعزيز وكان آخر واحد فيهم مروان بن محمد امسك هنا عندك أكمل عبرات الآتية آخر خلفاء الدولة الأموية يبقى مين؟ مروان بن محمد طيب أول خلفاء الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان تنتسب الدولة الأموية لمعاوية؟ لا للجد الأكبر لمعاوية أمية الجد الأكبر خد بالك إنه يبقى النسب بس الحالة الوحيدة اللي وفول فيها أمية جاية من كلمة أموية هو أمية الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سوفيان ما على ذلك المؤسس أو أول الخلفاء يبقى أنا بتكلم عن معاوية ابن أبي سوفيان اتنين ضعف الأمراء والصراء نتيجة تعيين أكتر من اتنين في ولاية العهد الخلفاء من عدتهم من هم كان ليهم أكتر من سيدة فبيتزوجهم أو يتابعوا يتغصوا فهنا عنده ابن من هنا وابن من هنا يوعد ديه بالولاية العهد ويبعد ديه بالولاية العهد لما هو يموت يحصل صراع بين عائلتين فيحصل صراع بين إيه؟ العائلات وده طبعا مش فصال أي انقسام وأي صراع يسمح بدخول الأعداء أي انقسام وأي صراع يسمح بدخول الأعداء طول ما الدولة إسلامية أو الدولة قوية دولة واحدة ما يسمحش بدخول الأعداء أبدا فلما هم يتصرعوا طبعا هو ده التصارد من الشخص ده عيلة كاملة بتتصرم عيلة كاملة وعائلة مناسبة الخليفة فدي عائلة إيلة فينتج عن الصراع بين العائلتين الكبار دولة إن تسقط الدولة أو تسمح لدخول الأعداء يبقى طول ما الدولة قوية طول ما ما سعب يدخل الأعداء في الوسط وطول ما بتنقسم يحصل ع طول دخول الأعداء الأعداء بيستغلوا للحظات الضعف دي يبقى أنا اتكلمنا عن واحد تولي خلفاء ضعاف اتنين طبعا الصراع بين البيت الأموي نتيجة لتعيين أكتر من اتنين في ولاية العهد أسرع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب الهمة ونقطة مهمة أوي أنا عندي كان عنصر موجود في الدولة الإسلامية اسمهم الموالي والموالي مسلمين أصلهم غير عرب كانوا يشعروا إن الدولة الأموية تفضل العرب على الموالي نقول تاني من هم الموالي؟ هم عناصر دخلت الإسلام وليست عربية فالدولة الأموية كانت بتفضل العرب اللي ظهر فيهم الإسلام عن الدول اللي دخلت عليها الإسلام وأصلها غير عرب كانوا بيشعروا بالكلام ده كان بقى حقيقة مش حقيقة منش بالكلام في نقطة هو كان الموالي بيشعروا بالشعور ده إن تفضيل الدولة الأموية للعرب عليهم وده كان سبب مهم جدا وهنعرف كمان شوية اللي مهم كراهية الموالي اللي هم غير العرب لليه الأموين لأنهم كانوا يرونهم يفضلون العرب عليهم يبقى الموالي هم من دخلوا الإسلام وليسوا عرب فكانوا شايفين إن الدولة الأموية كان بتفضل العرب على الموالي خمسة كسرة الثورات التي قام بيها الشيعة والخوارج وأخيراً ودي نقطة مهمة الدعوة العباسية التي تزعانها أحد الموالي بص هنا لما شعرت الموالي إن بيفضلوا العرب عليهم في الدولة الأموية تزعم واحد اسمه أبو مسلم الخراصانية أبو مسلم الخراصانية الرجل ده تزعم الحركة العباسية وساعد فيها وفي نفس الوقت نازم تقرأ في أنه أحد الموالي اللي كانوا ساخطين على الحكم الأموي لتفضيل العرب عليهم فهمنا دي كانت نقطة مهمة إزاي؟ يبقى الدعوة العباسية التي قادها أبو مسلم الخراصاني وكان من الموالي حتى تمكن العباسيون من هزيمة الأمويين في معركة الزاب عام 132 إذن سقطت الدولة الأموية عام كام 132 طبعا سقطت في معركة الزاب وبالتالي طبعا قتل مروان بن محمد على يد أبو العباس اللي هو مفروض بلقب نفسه بالسفاح يعني اللي تقوم عليه الدولة العباسية النتيجة المترتبة على معركة الزاب إحنا ممكن من غير ما نقولها بمقتل مروان بن محمد انتهت الدولة الأموية وقامت الخلافة العباسية بمقتل مروان بن محمد انتهت الدولة الأموية وقامت الخلافة العباسية يبهزيمة الأمويين وانتصار العباسين قتل آخر الخلافاء الأمويين مروان بن محمد ثلاثة مبايعة عبد الله بن محمد بن علي اللي هو إيه؟ العباسي وهو أول خليفة للدولة العباسية أو خلافة العباسية أبو العباس خليفة المسلمين شوية أسئلة معنا على درس النهاردة وعلى درس الدولة الأموية الأول قبل ما يخش على الأسئلة سريعا إحنا كلمنا على الخليفة معاوية بن أبي سفيان كلمنا عن عبد الملك بن مروان والمؤسس الثاني بص الألقاب اتكلمنا عن الوليد عبد الملك وهو العصر الزهدي اتكلمنا عن الخليفة الزهد عمر بن عبد العزيز وأخيرا اتكلمنا عن مروان بن محمد آخر خليفاء الدولة الأموية تعالوا نحلم مع بعض شارك المعاوية رضي الله عنه في حروب الردة طبعا صح كلام ده قبل ما يكون خليفة رفض الحسن بن علي مبايعة معاوية كخليفة للمسلمين طبعا غلط ثلاثة كان عمر بن عبد العزيز آخر خليفاء الدولة الأموية طبعا غلط هو كان آخر واحد في الأقوياء جي من بعده ستة داعات وبكده انتهى الدرس بتاعنا النهاردة ان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة مع الخلافة العباسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته